السلام عليكم كل صحابهم طيبين عيد مبارك عليكم ان شاء الله يا رب بعودة اليام كده بالخير واليوم والبركات ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمال كنا نتمنى السنة دي ان احنا نخرج ونصور صلاة العيد في روسيا ونوري الناس في بلادنا وفي الدول العربية ازاي صلاة العيد بيكون في روسيا هو فعلا عيد كبير جدا بالنسبة للمسلمين يعني ده من اكبر الاعياد اللي المسلمين بتنتظروا كل عام بعد شهر رمضان الكريم فكل سنة واحنا كلنا بخير واهلينا بخير دوام الصح على الجميع ان شاء الله دوام العافية اتمنى لكم جميعا كل الخير اتمنى لكم كل حاجة حلوة ان شاء الله وان شاء الله اللي جاي افضل الظروف اللي احنا فيها دي دي ممكن تكون يعني ربنا مسبب اسباب ان هو يكون سبب لخيركم جاي فان شاء الله اللي جاي افضل واللي جاي احسن ان شاء الله فحاول تسامح لو كنت زعلان من حد يسامحه لو ما حدش اتصل بيك النهاردة من اصحابك او من اهلك او من اي حد اعذر الناس اتصل بيهم اقول لهم كل صنط طيبين خليك اذا كان محدش فكرك افتكر انت سامح طبعا طلعنا من شهر كريم بس مش معنى كده ان احنا في شهر رمضان بس اللي بنكون كرمة احنا المفروض ان احنا طول السنة عشان نحبوا بعدينا وشكرا لكل الناس بجد اللي هي بعثتلي قلتلي كل صنط طيب الناس افتكرتني ناس هونت علينا اللي احنا فيه بس الحمد لله يعني حب الناس يعني دي حاجة كبيرة جدا من عند ربنا فانا بشكر الجميع وبتمنى لكم يا رب دوام الصحة والعافية كده دايما يا رب عيدكم مبارك وايامكم كلها مباركة ان شاء الله في دوام الصحة والعافية واعذرونا ان احنا السنة دي معرفناش نصور صلاة العيد في روسيا بس ان شاء الله اللي جاي هيكون افضل والفترة الجاية ان شاء الله هنعدي من المحنة اللي احنا فيها ديت احنا مؤمنين بالله وعارفين الكلام ده كله فيا يا جماعة كل سنة طيبين وهتمنى لكم كل عيد سعيد ان شاء الله وان شاء الله كلنا نتجمعه بالخير وعلى طول في الخير ان شاء الله وان شاء الله يا رب نشوفوكم دايما في كل حاجة حلوة ما نشوفش حاجة وحشة في حد ان شاء الله فكل سنة طيبين وعيدكم سعيد ومتنساش تتعايل على اهلك واصحابك حتى لو كنت مسافر ومحدش اتصل بيك وعذره الناس كلها واحدة عنده ظروفه وكلها قاعدة عنده دنيته فسامح خليك مسامح والمسامح كريم فما تنساش ان اتكلم اهلك طبعا الست الوالدة اهم حاجة ازا كانت متوفية ما تنساش ان انت تقراضها الفتحة النهاردة ما تنساش ان انت تفتكر كل اهلك افتكر الطفولة افتكر كل حاجة حلوة افتكر العيد بتاعنا افتكر لبس الجديد اللي كنا بنجيبه عشان ننام بيه افتكر كل حاجة حلوة فانا بقولها لك من قلبي كل سنة وانتم طيبين وعدكم مبارك ان شاء الله يا رب وان شاء الله كلنا متجمعين في القيارة السلام عليكم وكل سنة طيبين